هبدأ بالسؤال الأول وصح بالسؤال قال أنا مواطن مصري يا مسيحي وعايز أعرف إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أهل الزمة وإزاي المجتمع والناس يقدروا يقتدوا بده عشان نرسخ الشكل ده من المفاهيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أثمن وأقدر عودة نبض الشارع في أسئلة لعلها تسري البرنامج وتفيد المتابعين الكرام أولا أصحح للأخ الفاضل مصطلح أهل الزمة مصطلح أهل الزمة لا وجود له حاليا ليه؟ لأن المواطنة جعلت المواطنين على قدم المساواة فلا فرق بين مسلم وغير مسلم أيا كان ديانة أو مذهب غير المسلم لكن الفقهاء زمان لجأوا إليه لأن ما كان موجود لا رقم قومي ولا جوى الصفر فأرادوا أن يميزوا في الأحكام التي تخص المسلمين والأحكام التي تخص غير المسلمين إذن لو أزن ليه الأخ الكريم أصحح له السؤال كيف يتعامل الإسلام مع أهل الكتاب مع أهل الكتاب أهل الكتاب طائفتان اليهود والمسيحيون السؤال دقيق وأنا أحيي هذا الأخ لأنه هو سأل سؤال عميق هو قال كيف كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة بفضل من الله عز وجل أجيبه بشيء يدخل السرور على نفسه ليس إنشائيا في مكة الرسول على السلام لما كفار مكة حصل حرب ما بين الفرس والروم الفرس كانوا عباد النار والروم اللي هم المسيحيون في الشام فالفرس عباد النار غلبوا الروم المسيحيون في هذا الوقت فشمت كفار قريش قالوا إذن يا محمد المسيحيون يعني كأنهم يعبدون ما تعبد هم بقولوا كده يعني وأن الفرس غلبوهم فمن باب الشمات قالوا أين ربكم إذن ينصر هؤلاء فأنزل الله تعالى هذه الصورة المكية المكية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إذن الوحي دافع عن مشاعر المسيحيين أهل الكتاب الذين انتصر عليهم الفرس وأخبر الله تعالى وده إعجاز تاريخي عسكري في القرآن الكريم لأن كلمة سيغلبون لو كان القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ما جرع أن يتنبأ بنتيجة معرك عسكري ولكن الذي أخبره الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبيهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبلهم بعد وما إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إبهنا جبر خاطر المسيحيين في مكة طب ثلاث حاجات وصححني يا مولانا لو نعرف فهمت مظبوط خير وبركة فهمت غلط يبقى صححني أول حاجة أنه ربنا سبحانه وتعالى استخدم سيغلبون فالسين تفيد التأكيد سيغلبون والمستقبل والمستقبل بالزر وقال بضع سنين وهي عدد عدد آه وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وده حصل في خلاف سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جميل وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وصف بالمؤمنين أيه وبالتالي زي ما قلت كده جبر بالخاطر يعني مؤمنين أنت مؤمن وهم مؤمنين نعم صح كده يعني أنا فهم مظبوط لا صح ما يشي خلاص يبقى ماشيني جنبك دايما اللي الله كمان الأمر الثاني أما بالنسبة للمدينة فإحنا عندنا شاهدان أول شيء نبعى السلام ما جاء الاستقصال اليهود وأنا بصح عهدي عالميا الرسالة السلام يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة كان من ضمن ما عملوا المعاهدات السلمية مع يهود يثرب بني قينقاع وبني النظير وبني قريصة تمام أيوه وعمل معهم معاهدات سلمية هم بعد كده غادروا خانوا ده قصة طويلة بالنسبة ما يخص المسيحين في المدينة فجاء وفد نصارى نجران أيوه في جنوب شبه الجزير العربي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعرفون على هذا الدين الجديد فقرأ عليهم القرآن واستضافهم في مسجده واستأذنوه أن يصلوا صلاة الإشراق وصل المسيحيون في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شو بقى اللي جاي ولكنهم لم يقتنعوا خلاص قالوا احنا نستاذنا هنمشي قالوا نمشي سأرسل مع قوة حراسة توصلكم إلى حدود المدينة قالوا اكتب لنا عهدا لعلنا نحتاجه قال لأبي سفيان اكتب لهم عهد وخيلة لمعاوية ابن أبي سفيان لمعاوية ابن أبي سفيان قال اكتب لهم عهد فكتب لهم عهد كان من ضمن العهد ايه أن نصارى نجران آمنون على كنائسهم وصلبانهم وشعائر عبادتهم الله وأن إذا أراد مسلم أن يتزوج من نصرانية لا يتزوج بها إلا بأمر ولي أمرها بالإذن أي منعه ورضاه لسه باء اللي جاية لم تسبق في دستير العالم وإذا احتاجت كنيسة أو بيع إلى مرمه في نجران فعلى المسلمين أن يرمموها من بيت مال المسلمين الله شوف المحبة من بيت ايه مال المسلمين المسلمين ما قالش بقى ده در ظلام ده در كف أبدا لأنه بلغ للناس ما أنزل عليه الآية من صورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم وبعض له دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة فهذه الروح أخي الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها وأنت كمسيح لعلك تذكر أن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام إلا مصر مبارك شعب مصر أرجوك تنتبه لهذا طبعا لم يجعل باركة وهو باركة لأن عندنا في القرآن الكريم مبارك أينما كان المسيح عليه السلام طبعا السلام علي يوم ما ولدت ويوم ما أموت ويوم ما أبعى سعية هو مبارك عليه سلام الله وبالمناسبة أخي السائل الكريم بنهنئك ببدء صوم الميلاد المجيد أتمه الله بخير ولعلنا نلتقي نهنئك بأي ميلاد سيد المسيح سبع يناير على حسب الكنيسة الارضوغسية إن شاء الله كل سنة كنا طائبين طب السؤال التاني نعم الراجل بيقول أخونا الكريم بيقول أولياء الأمور بيطلبوا الكثير من المطالب من الشبان الخاطبين إحنا وهو بيسأل طيب المفروض نقول إيه الأولياء الأمور إحنا عاوزين نسهل عاوزين نيسر نقول لهم إيه علشان كمان يقتنعوا هنقول لهم ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكثرهن بركة نقول لهم انظروا إلى مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما زادوا أو ما زدنا عنا عشرة ضراحب هضر في دقيقة واحدة مثال بسيط السيد النبي السلام يما بنه هاشم قالوا السيدنا علي بن أبي طالبي أخي أنت أولا تزوغ فاطمة رضي الله عنه وأرضاها فالرسول سيدنا علي استحي لأنه كان ليملك درهما واحدا فندى قال أتتزوغ فاطمة قال ليس معي شيء قال أتني بالدرع التي غنمتها في خيبر وفي رواية في أحد فجاء إليه بهذه الدرع أراد أحد الأنصار مجاملة فرسول جعلها كأنها يعني مزادة علي من يشتري درع علي بن أبي طالب كل الناس تسابقوا على هذا الدرع المهم هي أحد الأنصار اشتراها بمبلغ كبير هو أراد يعني هدية لسيدنا علي بس بطريق غير مباشر سيدنا نبع السلام قال ستين أم سلمة كانت محبة لآل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين قال يا أم سلمة اذهبي إلى السوق فجاهز فاطمة فاشترت لها رحة تطحن فيها الشعير واشترت لها مرتبة من ليف حسوها كتان واشترت كوز واشترت قصعة يأكلون فيها سيدة فاطمة بنت حضرة النبي فاطمة الزهراء اللي أنجبت السادة الحسن والحسين وزينب ومحسن الزمحسن ما الصغير رضي الله عنهم وارضاهم جميعا يا رب العالمين